هنقل مبروك قريب جدا 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 تثرهم. وهسكذا بكم جار الإنتهاء من آخر مواد بجدوى الامتحانات وهي مواد الأحياء لطلاب شعبة علم علوم والفلسفة والمنطقة لطلاب شعبة أدبي ولستتيكة لطلاب شعبة علم ريال وأكدت المصادر الدكتور طريق شوقي بيأكد بنفسه سيقوم بعرض تفاصيل نتيجة سنة العامة ونسب النجاح بكل شعبة سواء أدبي أو علمي وكل أسماء الأوائل اللي إن شاء الله هي اتفاق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء خلال أسبوع المقبل في أول تمانية إن شاء الله مع حد الشيء لأ جماعة كله قال لك إن شاء الله يبقى فيه تفاصيل النتيجة كلها وهيبقى بحضور مي دكتور طريق شوقي ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والدكتور كمان خالد غفار وزير التعليم العالي هيبقى أعمال بقى التنسيق والحاجات ده كلها عشان كده كله يستعد كله جاهز بقى الشرباط ونقول يا رب وإن شاء الله احنا بنناشد بكل وزارة التعليم إن الطلاب البقين الأعادة ياريت ياريت كلهم ينجحهم لأن خلاص بقى ما عادش في فرص اللي احنا نتكلم فيها احنا بنطالب بنجاح كل الطلبة بنطالب يبقى فيه تصح كويس يبقى فيه درجات رأفة كويسة ويكون فيه حاجات حلوة لأولادنا إن شاء الله وتكون سنة سعيدة علينا كلنا قولوا دايما يا رب هنكون معاكم أول بأول لو في جديد هكون معاكم هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو في أول تعليق قولوا دايما يا رب ادعوا يا أولاد كلوا يدعي كلوا يقول لأمه كلوا يقول لأبوه ادعي صلي ودعي اقف في أي حتة ودعي قولوا يا رب حقق لي اللي انت شايفهله صح قدر لها الخير في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان اللهم قدر لنا الخير وارضنا به وإن شاء الله نفرح كلنا إن شاء الله هكون معاكم أول بأول من داخل مصدرنا الرسمية سواء على قناتنا قناة أجيال أندلس قناة أسامة رز سواء صفحتنا يحدث في التعليم على الفيسبوك أو صفحة أسامة رز في أمان الله